حابب أبدأ باللعيبة يعني شهاية بدأ الكريدت لكولر أنا حابب أبدأ باللعيبة وأن إحنا لازم نكر وأن أعترف أن إحنا قدام جيل زهبي للنادي الأهلي الأرقام بتقول إنه هو جيل زهبي خمس نهايات مفيش فريق حتى بالجيل الزهبي اللي إحنا عارفينه للنادي الأهلي ما وصلش خمس نهايات على التوالي الكصة بدأت ولو حد عايز في أفريقيا يلوم حد على الأهلي بيعمله دلوقتي في أفريقيا فهو سندونز يوم 9 إبريل لما سندونز فاز على الأهلي 5-0 وقتها طلع بيان من لعيب النادي الأهلي خمسة واحد لا كان 5-0 في 2019 خمسة صفر في البداية كان 5-0 بعدها طلع بيان من لعيب النادي الأهلي بيان اعتذار من لعيب النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي عن الخسارة دي وأن الفريق يبدأ يسترجع قوات تاني وأن الجماهير وعدت اللعيبة وعدت الجماهير ده البيان اللي قدامنا ده في 2019 بيان اعتذار من لعيب النادي الأهلي على الخسارة اللي عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الأهلي أفريقيا بعدها مباراة الإياب على أستاذ برج العرب اللي خلصت 1-0 بس للنادي الأهلي جمهور النادي الأهلي تقبل الاعتذار مضمونا وبعدها رفع المسج اللي قدامنا أن انتوا أيقزتوا غضب الشيطان فتحمله ده بعد كده وفعلا غضب الشيطان استايقز وقتها من بعد الخسارة دي والنادي الأهلي خمس نهائيات على التوالي أربع بطولات أفريقيا فده كان رد فعل رد فعل يحسب للعيبة في المقام الأول لأنك هزيمة ممكن تهد جيل كامل لأ اللعيبة تعلمت من الخسارة دي بنت شخصيتها من الخسارة دي وبنت عليها تلات نهائيات على التوالي لحد ما مارسل كولر جه وبرضه رحلة مارسل كولر النجحة بدأت مع الأهلي من عند ساندونز برضه لما ساندونز فاز على النادي الأهلي خمسة اتنين في جنوب أفريقيا وقتها كولر كان لسه مش عارف الكرة الأفريقية كان بينزل وصد أي فريق عايز يهاجم ومن وقتها مارسل كولر غير أسلوب لعبه وتحول أسلوب اللعب اللي شاب لسه شرحوا أنه هو مدرب بيتعامل مع المباراة على قد الخصم الخصم ده هيقدر يتعامل بالكرة إزاي هيقدر يتعامل من غير الكرة إزاي فكانت ساندونز للمرة التانية هو نقطة التحول النادي الأهلي وبعد خسارة النادي الأهلي من ساندونز خمسة اتنين في المرة التانية مارسل كولر من بعدها اتنين وعشرين مباراة بلا هزيمة مارسل كولر بعدها اتنين اتنين بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي فساندونز هو نقطة تحول الجيل ده مع النادي الأهلي من جيل شوية الناس كانت دايما بتشكك فيه وأنه جيل ألحق بالأهلي هزيمة تاريخية عمرها ما تتنسي أنه بقى جيل ذهبي وجيل حول مارسل كولر المدرب لسه ما يعرفش أفريقيا ولسه عايز يهاجم وعايز يفرض سيطارته للمدرب هو الأسكى من وجهة نظر هو الأسكى من اللي وصله مصر واللي وصله مع النادي الأهلي فبياخد بطولتين أفريقيا برضه بسبب ساندونز فلو حد عايز يلوم يروح يلوم ساندونز على الأهلي بيعملوا نشكر ساندونز كل الأحوال